اهلا بكم من جديد اجتمع انا طولي بكتروف السفير الروسي في اسرائيل مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية موفق الطريف وبحث معه عدة ملفات منها السماح بتقديم المساعدات من فلسطين المحتلة الى سوريا بشكل مباشر بوساطة روسية واستئلاف الزيارات العائلية بين ابناء الطائفة وفتح معبر لجبل الدروز مع الاردن تم بحث لوضع سياسية والاقتصادية في محافظة السويداء في حين وعد السفير الروسي بنقل مطالب الطائفة الى موسكو بشكل فوري على حد تعبيرها تنهمك روسيا في جس نبض الشرائح الاجتماعية وزعماء المناطق الجهوية في محاولة لتثبيت نفوذها في الجنوب السوري مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا وفي هذا السياق يجتمع السفير الروسي لدى إسرائيل أنتولي فيكتروف مع الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية تم خلال الاجتماع مناقشة تقديم المساعدات الإنسانية من الدروز في فلسطين المحتلة إلى إخوانهم في سوريا بوساطة روسية مباشرة والسماح بزيارات عائلية بين الدروز في هضبة الجولان المحتل وأبناء عائلاتهم في سوريا كما ناقش الرجلان مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في السويدة وإمكانية فتح معبر بين جبل الدروز والأردن في حين وعد السفير الروسي بنقل مطالب طريف بشكل فوري إلى موسكو الحراك الروسي الأخير سبقه بحسب صحيفة العرب الجديد اجتماع مع حكمة الهجري شيخ العقل الأول للطائفة الدرزية في سوريا الذي أبلغهم بموقفه المتذمر من الأسد والنظام عموما وأن هذا الموقف ثابت ولن يتغير طالما أن المعطيات السياسية والاقتصادية تسير من سيء إلى أسوأ وفيما تبدو جبهة مشايخ العقل للموحدين الدروز في سوريا موحدة بعد اقتراب الهجري من مواقف يوسف جربوع وحمود الحناوي المعروفين بمواقفهم الأقرب إلى معارضة النظام لا تبدو مساعي النظام لكسب محافظة السويداء وأهلها قبيل الانتخابات قادرة على ردم الفجوة التي سببتها سياساته الأمنية بحقها وإن حاول الالتفاف عليها بوساطة روسية عابرة للحدود ناقش هذا الموضوع مع الكاتب والصحفي حافظ قرقوت وهو معنا من ستوكولم أهلا بك سيد حافظ برأيك لماذا تركز روسيا في هذا التوقيت على السويداء؟ المسأل خير إلى كلها مشاهديك الكرام يعني الروس بكل أحوال يريدون امتلاك أكبر قدر ممكن للأوراق بيدهم للتفاوض وضمنا ندرك في الجنوب بأنهم يتسابقون يعني إن كان بشكل غير معلن مع إيران أيضا لتثبيت أقدامهم في المنطقة الجنوبية عسى وعلا عندما ينتهي الملف السوري إلى اتجاه ما في المستقبل أن يكون الأوراق بيدهم وليس بيد إيران هذا من تحت الطاولي أو على الأقل ما يمكن أن يشعر به الناس في الجنوب لكنه غير معلن بجميع الأحوال الآن تحركات الروس بهذه الفترة هي نتيجة متراكمة أيضا لفشلهم السابق لقدروا كل حالة التفاوض إلى مصالحات مع نظام الأسد منذ أن دخلوا إلى سوريا وكل مناطق المصالحات يدرك كل من يتابع الملف السوري بما فيه شيخ طريف في فلسطين محتلة بأن كل تجارب الروس كانت فاشلة بكل المناطق التي ذهبوا إلى ما يسمى بمصالحات سابقا وأقل ما يمكن أن نستطيع أن نقول في جوار الجولان الذي يتكلم عنه الشيخ طريف بموضوع الإقنيترا ودرعة كل المصالحات التي تمت حتى هذه اللحظة معطياتها سيئة على الناس على المتابعين على أيضا حتى نظام الأسد بحد ذاته أعتقد بأن الروس رغم كل الوعود وهذه ليست أول مرة طبعا يلتقي بها لا مع السفير ولا حتى مع المسؤولين الروس فقد التقى مع أجنالدوف على ما أظن والتقى أيضا وأرسل رسائل مباشرة إلى القيادة الروسية سابقا وخاصة عقب الاعتداء الذي تعرضت له محافظة السويداء من داعش سابقا ورح عدت ضحايا طبعا شهداء وأيضا مع الأسرة تدخل الشيخ مفق طريف وتكلم مع الروس ويدرك أن الروس غير صادقين حتى بوعودهم يعني في زمناته الأستاذ وليد جملة تعبر عن ذلك مباشرة وحتى صرح بأن الروس لم يكن أو فيها لا في علاقاتهم ولا في صدقاتهم بما معنى من يراقب بأن الروس يحمون الإصابات في المنطقة يعني يحمون إصابة حزب الله يحمون إصابات التي استقدمتها إيران يمررون الأسلحة لإيران لقتل الشعب السوري هم ليسوا حلفاء للشعوب إجمالا حتى مع إصابة أهل الأسد وكل ما يتبع لأهل الأسد هم يرعون إصابات لذلك هذه الرسائل على كل من يمثل أو يريد أن يتواصل لأجل مصلحة السوريين أن يدرك ذلك وأيضا مشكور الشيخ طريف إذا أراد أن يخفف بعض الظلم أو القسوة التي يتعرض لها المجتمع في السويداء طبعا مع بقية المجتمع المناطق السورية لا شك لكن ميزة السويداء أيضا هي منطقة مغلقة أو شبه مغلقة وهي أعتقد المحافظة الوحيدة في سوريا الحدودية التي لا تملك معبر حدودي هي أعتقد المحافظة الوحيدة ولا أي معبر لذلك النظام الأسد منذ سبعينات القرن الماضي تحكم بغذائها ودوائها وفرص عملها وتعليمها لأنها لا تملك أي مخرج آخر بما معنى بأنه إذا كنا من الشرق هناك البادية والصحراء حتى حدود العراق هذه المنطقة يحتلها بشكل أو بآخر كان يتمشى فيها حزب الله لتهريب المخدرات ويريد أن يسيطر عليها بشكل كل لتكون معبر سريع للمخدرات بحيث إذا اتجهت نحو الجهة الشرقية من الأردن تصل بسهولة إلى الخليج العربي ويكون أيسر لها وأيضا باتجاه العراق ضمن هذه البيئة لكن أيضا كان على الشيخ طريف أن يدرك بأن هذه المنطقة يمكن أن يفاوض عليها مع الأميركان إذا أراد مصلحتنا أو مصلحة المنطقة الجنوبية في سوريا فالروس ليسوا أصدقاء ولا يقدموا حتى الآن ولم يقدموا حتى الآن أي نتائج إيجابية أو شيء ملموس يمكن أن نشكرهم عليه على الأقل هم قدموا القتل الذي واضح للعلان بكل وسائله على الأقل هم يحموا النظام كيمياوي إذن لماذا تستمر اللقاءات أستاذ حافظ بين الشيخ موفق ذريف والروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة أتمنى أن يدرك الشيخ طريف طبعا وهو يدرك تماما بأنه يتكلم على سلطة احتلال وهذا الكلام إذا أخذناه بشكل قانوني أنه على سلطة الاحتلال أن تتحمل مسؤوليتها ضمن القانون الدولي تجاه المدنيين وبالأخص أن الآن نظام الأسر يتحكم بكل مكونات الشعب السوري بما فيها طبعا الدروس في سوريا يريد أن يدرك علوم في صفه كاملين ويريد أن يخرج رسالة إلى العالم بأنه حامي هؤلاء القوم الموجودين في جنوب سوريا من اعتداءات السنة المتطرفين هذه الرسالة التي يريدها الأسد لكي يلعب الأوراق السورية بالمجتمع السوري نفسه استطاعت السويدة عبر المظاهرات خلال السنوات الماضية إفشال هذا المخطط بل وفضحه عالميا بل وبعض الهتفات التي أطلقها شباب السويدة أصبحت بمتناول كافة الصحف وكافة حتى التظاهرات التي تلت ذلك في بعض المناطق السورية حتى بعد انتخابات أو ترشيح بشار الأسد بما فيها الشعار لا ترشح يمشرشح بهذا المكان بالإضافة إلى بعض التعبير الخاصة تعممت هذا ضايق نظام الأسد بالأخير الروس يدركون بأن نظام الأسد حتى لو أعطوه السويداء كاملة لن يستطيع أن يحكمها على نمط تجربتهم في درعة هو لم يستطع بعد كل المصالحات أن يحكم حارة بسيطة في قرية نائية في محافظة درعة جارتنا لذلك يدرك أهل السويداء بأن هذا النموذج سيء الروس فقط هم مقامرين في السياسة بما معنى تجربتنا معهم منذ أن كان الاتحاد السوفيتي سابقا يرعى المنظومة الاشتراكية حول العالم كلها عندما كان حلف وارسو له قوة ندرك تماما بأن دروس لم يرافعوا عن أصدقائهم في كل أنحاء العالم فقط دافعوا عن مصالحهم في بيع الأسلحة بيع مادة القتل للشعوب يعني حتى الآن أي سلة الغذائية قدمها الروس أي مساعدات إنسانية قدمها الروس من هنا الآن مفاوضات الروس أو طلب من الشيخ طريف من الروس لكي يتدخلوا كسلطة احتلال هذا واضح هم وشركاء الإيرانيين لا يتكلم الآن مع الهراب الإيراني الشيخ طريف هو يتكلم مع الروس على أساس بأنهم أصحاب فيتو في مجلس الأمن ولهم كلمة في المجتمع الدولي يفترض وقد على الأقل حتى الآن جير لهم الملف السوري إلى لا ندري إلى متى نعم الشيخ مفاق طريف فأعرض في الاجتماع مع السفير الروسي تقديم المساعدات الإنسانية للسويداء بوساطة روسية هل هذا الأمر قابل للتحقيق أو التطبيق؟ إذا أراد الروس ذلك طبعا قابل للتحقيق لكن الروس أيضا سيتاجرون بذلك قد ينهبوا جزء كبير من هذه المعونة هذا الروس أيضا هنا لا يختلف كثيرا عن نظام الأسد عقلية الروسية عقلية ابتزاز وعقلية السمسار قد يأخذوا نصف هذه المساعدات لهم وليجيوبهم ولأتباعهم بشكل أو بآخر يعني نحن أمام جنود روس نفوس خيصة مثلهم مثل نظام الأسد هذا بكل وضوح تماما لكن رغم ذلك إذا جاءت هذه المساعدات من فلسطين المحتلة باتجاه مناطق الدروس قد يستفيد منها جزء من هذا المجتمع بنفس الوقت عندما كانت تمر بعض هذه المساعدات بشكل أو بآخر إذا كانت عبر منافذ لا علاقة بعض نظام الأسد أيضا كان قد ينهب جزء كبير منها بما معنى حتى تلك المساعدات التي تذهب عبر الإلال الأحمر أو غيره بالإضافة إلى ذلك أيضا إذا كان هناك كلام حول معبر حدودي مع الأردن بناء جهة الجنوبية أيضا الروس يستطيعون تسهيل ذلك بما معنى بأن الإصابات الممتدة على الشريط الحدودي هي تتبع لحزب الله تتبع لحزب الله لتهريب المخدرات باتجاه الأردن هذه يمكن للروس ضبطها لا ندري إن كانوا الروس شركاء في تمرير المخدرات لكي يبتزوا الخليج العربي ويبتزوا الأردن ويبتزوا تلك الدائرة بأنه هن قادرين يضطوا الوضع بسوريا مقابل جزء من المال هذا لا ندري لا ندري حقيقة ماذا يجري في الكواليس لكن نحن فعلا المجتمع في السويداء يحاصره نظام الأسد من دمشق لا يوجد معبر للسويداء سوى اتجاه العاصمي العاصمي هناك حواجز سعتقل الشباب إما لسوقهم إلى الجندية يعني كثير شباب من السويداء ما عادوا قادرين يعني يروحوا على جامعاتهم ما عادوا قادرين يلاقوا فرص عمل موانطقة ما فيها أصلا لا مصانع ومثل ما قلت ما هي معبر حدودي ما فيه مواد ممكن ناس تشتغل فيها لا بالتجارة حتى الزراعة أصبحت عبئ على الناس لأنه أصلا ما فيه أمان في عصابات عبتخطف الناس اللي عم تروح حتى تطل على أرضها مش عبتشتغل فيها لذلك الروس يعني هم يديرون عصابات في سوريا حتى في السويداء هم ينسقوا مع عصابات الأمن العسكري الذي ينسق مع عصابات داعش هيك بكل وضاحة بكل وضوح طبعا وبكل طبعا صفاقة الروس يتعاملون بذلك وإذا كان يسمعني أي محل الروسي فهو يستطيع أن يكذبني في ذلك هم يتعاملون مع كل عصابات السويداء وهم يرعون الخطف والخطف المضاد بين درعة والسويداء عبر عصابات أهل الأسد جزء منها يتناوب منها ما يسمى بالفرقة الرابعة وهي أيضا تنظيم إرهابي يتبع لمهر الأسد وبذلك الفرقة الرابعة هي مقسومة قسمين جزء آخر مهر الأسد يأخذ تعليماته من إيران وينسق مع إيران وجزء آخر ينسقون مع الروس عمليا بالنسبة لنا هو تبادل أدوار بين عصابات ليس أكثر لذلك إذا كان الشيخ موفق طريف يريد أن يتكلف مع الروس فليوضح بأن أهل السويداء نظام الأسد أضعف هذه المحافظة التي كانت تصدر الكفاءات إلى كافة أنحاء العالم هذه المحافظة من قبل الثورة السورية بعشرين سنين كانت تحتفل بإنهاء الأمية فيها هناك عشرات ألاف الشهرات الجامعية رادى نظام الأسد إدلال هذه المحافظة وحتى الآن فشل في ذلك بل هي التي أدلته لكن استطاع على الأقل تقزيم دور الاجتماعي كانت هذه المحافظة متماسكة وهناك حضور وحامل اجتماعي يمكن أن يحمي الناس لكن نظام الأسد استطاع التلاعب بهذا الحامل الاجتماعي وأخذ ملك العائلة أدنى في هذه العائلات ورفعها إلى مستوى أما وزير أو المعضو شكرا جزيلا لك في مجلس الشعب ولذلك ابتدأ المجتمع السوي شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي حافظ خرقوت كنت معنا من ستوك هولم وجزيلا شكر لكم مشاهدين على طيبة المتابعة دمتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر